برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عقد المجلس جلسته الخامسة عشر صباح اليوم المجلس وفق خلال الجلسة على الاقتراح بقانون بتعديل احكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ليشمل القانون المعاقين من ابناء البحرينية المتزوجة من اجنبية جلسة لم تتجاوز الساعتين ولكنها شهدت اضافة جديدة لحقوق المرأة البحرينية فقد وافق مجلس الشورى بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين التي تتعلق بان تسري جميع احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من البحرينيين وعلى ابناء المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي المقيمين اقامة دائمة بمملكة البحرين بعد ان كان النص النافذ ينص على ان تسري احكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين فقط وزارة التنمية تؤكد على تعديل المادة وتقف مع الاختراح بقانون لما فيه مصلحات المرأة البحرينية وابنائها لانها هي تعيش معنا على عرض هذا الوضع على عرض البحرينيين الطيبة وهي تستفيد من جميع الخدمات بالنسبة للتأهيلية يعني انضمام الاطفال لها حق المراكز التأهيلية بالنسبة حق الصحة بالنسبة حق التعليم ولكن ما كانت يعني واردة في مخصص الاعاقة الاقتراح بقانون اخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع ابنائها خاصة ان المرأة المتزوجة من اجنبي ولديها ابناء من ذوي الاعاقة يمرون بظروف صحية تستدعي توفير العناية وتقديم الخدمات لهم وهو ايضا ما يتفق مع توصيات المجلس الاعلى للمرأة بشأن دعم تلك الفئة من النساء كان القصد من هذا الاقتراح هو تبني ايضا توصيات المجلس الاعلى للمرأة بشأن دعم المرأة البحرينية في كافة المجالات ومن ضمنها رعايتها لابنائها من ذوي الاعاقة وايضا استنادا لتدابير لاتخذتها الدولة التشريعية في عدة مجالات مثل شمولها بالاستفادة من صندوق النفقة شمولها بالاستفادة من رسوم الصحة والتعليم والإقامة بما يخفف من عليها الأعباء المالية المجلس ناقش أيضا مشروع قانون بتعديل أحكام قانون جوازات السفر والذي يرمي إلى استمرار المعاملة الواحدة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين تقديرا لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية وذلك بالإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء لمجلسي الشورى والنواب وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين على جوازات السفر الخاصة من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين